الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفاة منه وفضلا والله واسع عليم أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تعز من تشاء وتذل من تشاء طافع من تشاء متى تشاء وتخفض من تشاء متى تشاء تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر لمن تشاء وترزق من تشاء من حيث لا يحتسب وتنزع ممن تشاء من حيث لا يحتسب بيدك الخير كله والأمر كله تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أنت الصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغناء وتخشى الفقر لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان صلوة ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع غداه إلى يوم الدين وبعد فإن الزكاة فريضة محكمة وعدم إخراجها كبيرة من الكبائر فهي الرقم الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة وهذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم حين بعث سيدنا معاذ بن الجبل إلى اليمن فقال له يا معاذ إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افطاد عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فاد عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فتعد في فقائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وقائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم وحظر القرآن الكريم تحذيعا واضحا بينا من كنز المال وعدم إخراج زكاته والوفاء بحقه فقال صبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في ناري جهنم فتكوا بها جباغهم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا فذوقوا ما كنتم تكنزون ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيراكم ثم لا يكون أمثالكم وعلى الجانب الآخر مع أنك تنفق من مال الله حيث يقول سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالمال مال الله وأنت مستقلف والأيام دول يوم لك ويوم علي يقول الشاعر الناس للناس الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعصو واليسعو ساعات وأوقات لا تقطعن لا تقطعن يد المعوف عن أحد ما دم تتقدر والأيام طارات دول ألم طاء أن الفقر يوجه له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر فغني اليوم قد يكون فقير الغد وفقير اليوم قد يكون غني الغد وتلك الأيام نداولها بين الناس لا تقطعن يد المعوف عن أحد ما دمت تقدر والأيام طارات واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات كم مات قوم وما مات فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموت ومع ذلك رتب القرآن الكريم والشاعي الحنيف الثواب العظيم على الإنفاق من المال الذي هو مال الله فقال صبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم أبهم إنهم كانوا قابل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي صواة المعاج وفي أموالهم حق معلوم واضح وثابت هو نصاب الزكاة للسائل والمحروم ويقول صبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما أزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون نسأل الله أن نكون منهم توبوا إلى الله واسألوه العفو العافية الحمد لله وكفاء وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى هناك سلاسة أسئلة ملحة في قضية الزكاة نجيب عنها بإيجاز بالغ السؤال الأول هل في المال حق سوى الزكاة بمعنى أن الإنسان إذا أقعج الزكاة هل بقي عليه حق آخر نعم في الصدقات وفعود كفايات ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم ما آمن بي ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فإطعام الجائع وكساء العاي ومداوات المريض من فرود الكفايات حتى لو كانت من الصدقات الزائدة على الزكاة ففي المال حق سوى الزكاة وهو الوفاء بحق المحتاجين وتفكيك قرب المكروبين السؤال الثاني هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج الفقاء أو توفير اللقاح أو التحصينات لهم أو لأبنائهم سواء في كورونا أم في غيرها نعم وهو من أولى الأولويات في الزكاة في مقدمة الأصناف المستحقة للزكاة بدأ القرآن الكريم بالفقاء والمساكين فقال صبحانه إنما الصدقات للفقاء والمساكين والآية هنا كانت تتحدث عن الصدقات الواجبة التي هي الزكاة وبما أن الفقاء هم في مقدمة مستحق الزكاة فعلاجهم أو لا لأن دفع المرض أهم من دفع جوع علاج المريض علاج الفقاء من أولى الأولويات في الزكاة هل يجوز أن يكون ذلك في شكل لقاح أيًا كان نعز اللقاح لتحصين أبناء الفقاء أو الفقاء من المرض نعم لأن دفع المرض أولى من علاجه إذن يجوز إخراج الزكاة لعلاج الفقاء أو لتوفير اللقاح لهم وهو من أولى أولويات الزكاة السؤال الثالث والأخير هل يجوز تعجيل الزكاة عن وقتها أي أن يخرج الغني الزكاة قبل أن يحول عليها الحول نعم يجوز وهذا دليل على سماحة نفسه وعلى قامه مع الله ومع الخلق ومع نفسه بل نؤكد أن تعجيل الزكاة في أوقات النوازل والقروب والجوائح والأزمات مستحب لا نقول فقط يجوز تعجيل الزكاة بل يستحب تعجيل الزكاة لتفريج قروب المقروبين في أوقات الأزمات فمن سمحت نفسه وجادت نفسه أن يفرج القروب من الصدقات ومن باب فروض الكفايات فهذا فضل الله عليه وإن لم تسمح نفسه وإن لم تسمح نفسه جاذب ليستحب له أن يعجل بالزكاة في أوقات القروب فإن لم يتراحم الناس الآن فمتى يتراحمون إذا لم يتراحم الناس في أوقات المحن والشدائد والنوازل والجواح والكعوب فمتى يتراحمون ومن لم يتعز الآن بتخطف الموت من حوله من الأهل والأصدقاء والأحباب والمعارف والزملاء فمتى يتعز وختاما ومن هنا من المسجد الجامع بمدينة أصوان الطيبة والطيب أهلها نهنئ أهالي أصوان بعيدهم القومي ونؤكد أن ما لمسناه من نهضة وبناء مستمر حتى في أصعب الظروف والأوقات يؤكد أن مصر محفوظة بحفظ الله عز وجل وأنها مع كل الصعوبات الاقتصادية التي تحيط بالعالم كله تبني وتعمر ففي كل يوم في كل يوم تطالعنا الدولة المصرية ببناء جديد وأينما حللت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تجد دولة حديثة تبنى نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء اللهم اجعل رزق أهلها واسعا في البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين اللهم عجل برفع البلاء عن البلاد والعباد اللهم عجل برفع البلاء وكسف الضر عن البلاد والعباد عن مصر وسائر بلاد العالمين اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرى لك فيها ايضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واصلتها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويا عبدالله اقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا